هي قصة الصفقة التبدلية اللي عاوز يعملها النادي الاهلي مع نادي بيرامدز صدق او لا تصدق مع الصحف احمد البداية طبعا شايفينه الصورة الوراية طبعا ناصر ماهر ناصر ماهر مطلوبة بشدة في بيرامدز انه يكون لعبا ضمن سهول فريق طبعا النادي الاهلي ما عندهش اي مانع انه يستغنى بشكل نهائي عن ناصر ماهر في ظل فشله في اثبات نفسه مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ولكن النادي الاهلي عنده شروط لاتمام الصفقة دي اولا مبلغ مالي لا يقل عن 15 مليون جنيه وكمان فوقيهم لاعب طب مين اللاعب اللي النادي الاهلي عاوزوا من بيرامدز عشان يتمم الصفقة دي لو الاهلي ياخد 15 مليون جنيه فهيكون مع الفلوس حارس مرمى بيرامدز المهدي سليمان المطلوبة بشدة في النادي الاهلي اللي يكون خليفة لمحمد الشناوي او بديد ليه طب لو البرامدز مش عاوز يدفع الفلوس الاهلي عاوز ابراهيم عادل ومستعد كمان يدفع مبلغ مالي فوق ناصر ماهر يصل الى 15 مليون جنيه طب هل بيرامدز موافق على رحيل ابراهيم عادل للاهلي عشان يجيب ناصر ماهر الاجابة لا وبرامدز اعلنها صريحة لانه فرد في ابراهيم عادل ابراهيم عادل مستمر مع بيرامدز في ظل انه مستقبل المركز ده في مصر من وجهة نظر الفريق السماوي رأيك في الصفقة ايه لو راح ناصر ماهر لبرامدز والمهدي سليمان الاهلي يكتبلي في الكومنتات